اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هل الجن المسلم يصوم رمضان كما نصوم نحن البشر المسلمون؟ السلام عليكم مشاهدين الكرام الجن مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل خلقها لعبادته وطاعته ويعيش الجن على سطح الأرض مع الإنسان ويتلاقى به خلال حياته بشكل كبير ورغم أن الإنسان لا يستطيع رؤية الجن من حوله أو الإحساس بوجوده إلا أن الجن يملك القدرة على رؤية الإنسان وكل ما يجول في عالمه كما أن لدى الجن القدرة على المساس به والظهور له والتدخل في حياته بشكل كبير وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عز وجل للعالمين أي إنه أرسل لهداية عالم الإنس وعالم الجن فكما نجد من الإنس الكافر والمؤمن نجد من الجن المؤمن والكافر أيضا كما يبعث الجن يوم القيامة مع الإنس ليحاسب على ما قدموا من أعمال في حياتهم الدنيا خلق الله سبحانه وتعالى الجن من مارج من نار وهو اللهيب الأسود الشديد الحرارة من النار وهذا ما منح الجن طبيعتهم الفيزيائية والمادية الخفية التي تجعل من الصعب على عين الإنسان رؤيتهم أو تحديد مكان وجودهم وجاء خلق الجن قبل خلق الإنس ودليل ذلك وجود إبليس وهو نفر من الجن عند خلق الله عز وجل لسيدنا آدم عليه السلام أول الإنس والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم والحيوانات فيتصورون في صور الحيات والعقارب وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفي صور الطير وفي صور بني آدم كما أتى الشيطان قريشا في صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدرة قال رب عز وجل في صورة الأنفال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وفي صحيح مسلم الكلب الأسود شيطان قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكلب الأسود شيطان الكلاب والجن تتصور بصورته كثيرا وكذا صورة القط الأسود لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة والجن كالإنس فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون وفيهم الصالحون وفيهم العاصون والفاسقون وهم مكلفون بالتكاليف الشرعية وموعودون بالجنة إن أطاعوا الله عز وجل ومتوعدون بالنار إنهم عصوا ربنا جل في علاه قال الشيخ بن باز رحمه الله إن الجن مسؤولون ومكلفون وموعودون بالجنة والنار مطيعهم في الجنة وعاصيهم في النار كما قال الله عز وجل حكاية عن الجن وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وقال قبل ذلك وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك فالجن فيهم الصالحون وفيهم المبتدعة وفيهم الكفار وفيهم الفساق كالإنس تماما فالأصل أنهم مكلفون بما كلفنا به إلا ما استثناه الشارع فيما بينه وبينهم وأعلمهم به مما لا نطلع عليه فعلمه إلى الله سبحانه وتعالى وعليهم أن يؤدوا ما أوجبه الله عليهم ومن قصر منهم فله حكم المقصرين من كفر أو عسيان إن كان كفرا فكفر وإن كان عسيانا فعسيانا وهو أيضا مجزي بعمله يوم القيامة كما دلت عليه سورة الرحمن وسورة الجن فرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الثقلين الإنس والجن ولم يبعث سبحانه رسولا من الجن ولا من أهل البادية ولا من النساء وروا أبو موسى لشعري رضي الله عنه أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بن آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخشن والطيب أي الإنس والجن قال الله سبحانه وتعالى وما خلقات الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه الآية الكريمة تفيد وجوب العبادة لله تعالى بجميع أنواعها على الإنس والجن على حد السواء فالجن مكلفون باعتقاد وحدانية المعبود سبحانه وبكل ما فرضه الله عز وجل من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها من الطاعات قال الله جل جلاله على لسان الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وقال سبحانه وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي منا المسلمون ومنا الجائرون الظالمون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ومعنى ذلك أن الجن يصومون كما نصوم ولكن بما يتوافق مع طبيعتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها وهذا ليس بغريب على قدرة الله تعالى الذي جعل كل المخلوقات أمما مثلنا تسبح باسمه وتشكر نعمته جل في علاه فالجن لهم طقوس وهم مكلفون بها لا نعلمها كما أن للملائكة عبادة فالجن أيضا لهم عبادة على حسب جسمهم فكل الكائنات تسبح لله تعالى فهل تسبيح البشر مثل تسبيح الملائكة مثل تسبيح الدواب مثل تسبيح الشجر هل نطلب من جني يعيش تحت الماء ونقول له توضأ للصلاة وهو يعيش في الماء فهل جني يعيش في المستنقعات يطلب منه أن يكون جسده طاهرا كل الوقت وكيف يصوم جني يعيش تحت الماء ومتى يصوم ومتى يفطر فهي كلها أمور غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لكننا نقول لكل ما أمر الله عز وجل به سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فأي عبادة لأي كائن ليست على الله تعالى ببعيدة فالله قادر على أن يجعل الشجرة تسبح وتصلي وتصوم وقادر أن يجعل الإنسان لا يقدر على الصلاة فكثير من الناس لا يستطيعون الصلاة مع صحتهم وعافيتهم وكثير من المرضى يصومون وبعض الأصحاء لا يستطيعون لأنها مشيئة الله تعالى فهو على كل شيء قدير لذلك فالجن مكلف بالصيام وقال أهل العلم إنه ليس للجن ثواب في الآخرة إلا إنهم يجارون من عذاب النار ثم يقال لهم كونوا ترابا مثل البهائم ولكن قال القرطبي رحمه الله وقال آخرون إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان مثل الجن وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى وقد قال الضحاك الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون قال القشيري والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء والعلم عند الله انتهى كلام القرطبي وهو في تفسير سورة الأحقاف وقد استنبط القرطبي رحمه الله في مواضع من تفسيره أنهم يدخلون الجنة كالإنس ومن ذلك قول الله عز وجل عن الحور العين في الجنة فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لذلك فالجن موعودون متوعدون فمؤمنهم موعود بالثواب وكافرهم وعاصيهم متوعد بالعقاب فقد قضى الله سبحانه وتعالى أن يملأ جهنم من الإنس والجن كما قال ربنا عز وجل وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة والحمد لله أن أرسل لنا نبي الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أمته وهذا شرف ما بعده شرف ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك اللهم آمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة